السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم حلقتنا من الأخبار الفلكية عن انتقال كوكب المريخ كوكب الدمار والحروب والدم من برج السرطان لبرج الأسد يوم الاثنين 24 الثاني نوفمبر رح ينتقل كوكب المريخ من برج السرطان لبرج الأسد طبعا رح يكون أكثر من حركة خلال الفترة القادمة وفي تراجع ولكن اليوم رح نذكر التفاصيل وبعدين منحكيه الانتقال رح يكون الساعة أربعة وتسعة دقائق من صباح يوم الاثنين أربعة حداش لبرج الأسد ورح يظل بحركة أمامية حتى يوم الجمعة 6-12 تمام الساعة 11 و33 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بعدها بده يبدأ بعملية التراجع في برج الأسد ورح يظل متراجع في برج الأسد لغاية الساعة 10 و43 دقيقة صباح يوم 6-1 بعدها بيرجع للسرطان ويكمل تراجعه في برج السرطان من يوم 6-1 ليوم 7-2 ساعة وحدة وتسعة وخمسين دقيقة فجرا بعدها بيرجع للحركة الأمامية في برج السرطان لغاية 18-4 لا يرجع مرة ثانية لبرج الأسد طبعا يوم 18-4 ساعة 24 دقيقة فجرا إذن رح نقسم الحلقات ما رح نذكر كل المعلومات هاي بحلقة وحدة خلينا نأخذ الجزء الأول اللي هي الحركة الأمامية في برج الأسد في حلقتنا هذا اليوم إذن الساعة 4-9 دقائق صباح يوم الاثنين بتوقيت جرينتش 4-11 بينتقل من برج السرطان لبرج الأسد ورح يظل بحركة أمامية ليوم الجمعة 6-12 الساعة 11-33 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش طبعا كوكب المريخ هو المسؤول عن الطاقة عن النشاط عن الجراءة وعن القدرة الجنسية وصفاته لما بيكون إيجابي بعطينا الشجاعة لإقدام حب المنافسة الجراءة لإندفاع والطاقة للعمل والنحية الجنسية ولكن لما بيكون منتحس بعطينا الجدل والقسوة والتسرع وجدير بالذكر دائما هاي الملاحظة لازم نحكيها إنه عند انتقال كوكب المريخ من برج لآخر بيصير في نوع من أنواع العنف أو أعمال العنف وخصوصا في الأماكن المحتدمة وحوادث لها علاقة بالنيران عادة هاي الآثار بتبلش قبل بخمس أيام وبعد الانتقال بخمس أيام بتكون ذروة اللي هي الصعاب ولأنه هو كوكب النار والدم وكان يسمى عند العرب قديما بالنحس الأصغر هو أقل نحوسي من زحل ولكن بسبب سرعة حركته فتأثيراته بتكون مباشرة وبتكون قوية جدا وبتكون ملموسة ولا شك إنه انتقاله دائما زي ما حكينا بتسبب الكثير من الحوادث وخصوصا بما إنه على برج ناري إذن أي شيء له علاقة بالحروب أي شيء له علاقة بالحرائق له علاقة بالنيران له علاقة بأي شيء بشتعل إذن هاي هي أكثر شيء وأيضا الأمور العسكرية والحربية بتزيد بشكل كبير خلال الفترة القادمة المريخ بما إنه هو كوكب العنف والدم والنار والمواجهات العنيفة والحوادث وخواص خاصة في الأماكن الساخنة بالأحداث ومع وجوده زي ما حكينا في برج ناري إذن التأثيرات زي ما ذكرناها وبتزيد برضو خلال الفترة هاي موجات الطلاق والزواج والرغبة الجنسية خلال الفترة المذكورة طبعا اللي هي لما بيكون بالحركة الأمامية بيشعروا موليد برج الأسد بالطاقة والنشاط والجراءة والرغبة الجنسية وبيستفيد معهم موليد الأبراج النارية الأخرى زي الحمل قوس والهواية اللي هم الجوزاء والميزان والدلو أي شخص بينولده بيكون المريخ موجود في برج الأسد عنده بخارطه الفلكية موجود بطالعه موجود في برجه المهم إنه موجود بالأسد هذا الشخص بيكون قيادي بيخشى المنافسة الشريفة وبهم الحصول على مركز قوي في المجتمع أهم الزوايا اللي رح تتشكل خلال الفترة القادمة وهي رح تكون أثناء حركة الأمامية هي زاوية وحيدة وهي زاوية تثليث إيجابية رح تكون بين الشمس وبين المريخ هاي الزاوية رح تكون الساعة يوم 27-11 بتعزز قدراتنا القيادية وبتجعلنا على قدرة عالية جدا على الإقدام على خطوة جديدة وجريئة وبتزيد منثقتنا بأنفسنا بتمنحنا الطاقة والشجاعة وبتدفعنا إلى النشاط والتأثير والقيادة ونكون أشخاص فعالين بتدل دوليا على ازداد اهتمام حكومي ما أو ملك أو رئيس بالشؤون العسكرية والأمنية برضو تحسين حال اليد العامل في قطاع الصناعة ووجود توازن بين العرض والطلب كما بزيد الاهتمام بالميدان الرياضي والقطاع الصحي بما أنه في زاوية إيجابية ولكن بظل نحاسة المريخ معروفة فإذن دائما إحنا منعطي التحذيرات ومنعطي الإيجابيات أو الأشياء اللي رح تكون جريء فيها لازم تسمع برجك لازم تسمع طالعك عشان تقدر أنت تأخذ كل الجوانب برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا هنا بما أنه رح يكون موجود في البيت الخامس صحيح أنه بتنقصك الدبلوماسية لأنك بتكون متسرع جدا وعجول جدا وخصوصا بالدبلوماسية بالتعامل مع الشريك العاطفي ومع الأبناء بتبالغ في ملاذاتك الشخصية عليك الهدوء حاول أنك ما تدخل في أي معاملات أو مراحنات أو مغامرات مالية لأنه النتائج بتكون غير مرضية بتكون سريع الغضب كثير الاستفزاز قليل الصبر لكن ممكن تندفع لتحقيق أي شيء بتريده بقوة وبجلادي دون الوقوف الوقوف للنظر للوراء ممكن تتخذ قرارات حاسمة وتتمركز حول شخصيتك وذاتك اللي بتحاول إثباتها بقوة وإنفعال أحيانا بتكون شغوف في رؤيتك للأشياء وبتحب كل شيء جديد أكثر شيء بيزعجك في هاي الفترة قلة الاهتمام وإلقاء اللوم عليك والاستهانة بتضحياتك وأحلامك وبتنجذب للأشخاص المطيرين وللخيال والدهشة برج الثور بالنسبة لمواليد برج الثور طبعاً بتكون تنتبهوا من المواجهات المحتملة مع أحد أفراد العائلة أب أخ زوج داخل البيت أي شيء له علاقة بداخل العائلة حاول أنك تفهم آراءهم بشكل موضوعي ومنطقي ممكن تكون مندفع بشكل واضح للدفاع عن عائلتك للوقوف في وجهها أي شخص بحاول المساس بهم ممكن تتميل في هاي الفترة لإعطاء الأوامر والميل للقوانين والإعلاقات العائلية اللي ما بتتقبل نقاش بتحاول أحياناً إرضاء الطرف الآخر اللي بيشارك بالقبول أو الرغبة أهم الأشياء اللي بدك تنتبه لها خصوصاً الستات اللي بتشتغل بالبيت بالمطبخ بتنتبه من النيران وأيضاً من عمليات التقصير على المستوى العقاري فممكن يكون فيه إخلاء أو إنذار أو مشاكل تتعلق بالعقارات أكثر شيء بثيرك هو التدخل والفضول والاستهانة بأحد أفراد العائل على الرغم من بعض الخلافات اللي بتنشأ فجأة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة عليك الحذر طبعاً لأن المريخ موجود في بيتك الثالث من التصادم أو الاستدام أو المشاكل ما بينك وبين أحد الإخوة أو الأخوات ومن الانفعال في الاتصال والتواصل واحذر خلال تنقلاتك القريبة أثناء قيادتك للسيارة وأثناء حركتك أو ممارسة الرياضة وعلى طلاب المرحلة اللي هي ما قبل الجامعية اللي هي المدرسية التركيز أثناء الدراسة والصبر بعضكم ممكن يسعى لنوع من العلاقات القائمة على القوة أو التكتل مع أحد إخوته ضد خطر خارجي مجهول بتحاول إثبات قدراتك التعليمي والتواصل بطريقة إنفعالية ومتوترة أحياناً أكثر شيء بثير غضبك في هاي الفترة النسيان وعدم الاهتمام أو عدم الاهتمام التعامل معك بنوع من الاستهتار تنجذب في هاي الفترة للأشخاص اللي بيعيدوا إلك الثقة بالنفس وبيذكرك بالماضي السعيد برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعاً بما أنه رح يكون موجود في بيت المال لا إلك هذا الشيء بيجعل نفقاتك كبيرة صحيح أنت بتفكر في كيفية الحصول وحصد المال ولكن المصريب بتكون أكثر فبدك تحذر من الإسراف والتبذير اللي ما إلو أي معنى لأنه خلص حاول أنك ما تدخل في معاملات مالية الملاذات المصاريف اللي مالها داعي وبيكون عندك نوع من أنواع الغضب أو الثورة الداخلية اللي ممكن تعجز أحياناً عن السيطرة عليها بتملك قدرة على التحكم بكلماتك وقوتك على التأثير في الآخرين بتكون شغوف بتعلم كل ما هو جديد احذر قليلاً من الغرور الخفي أكثر شيء بيزعجك في هاي الفترة لأشخاص المدعين وفرض الرأي وبتنجذب لكل ما هو فكري وبيترك أثر على طبيعة تفكيرك بشكل واضح برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعاً بما أنه رح يكون المريخ موجود عندك فهذا الشيء رح يجعلك متسرع نزق ما بتطيق شيء سهل جداً استفزازك بتكون متوتر وسريع الغضب ولكنك رغم كل هاي الأمور ابتهدأ بسرعة وبتنسى ولكن هي المشكلة في أول العصبية عليك ضبط نفسك أكثر وحاول أنك تركن للهدوء كما أنه بيمنحك المريخ الحيوي والطاقة اللازمة لتنفيذ لكثير من الأمور المستعصية بتميل للحب الخفي أو التكتم وبتنجذب في هاي الفترة لعلاقات ذات معايير ومقيص خاصة جداً مع الجنس الآخر أكثر شيء بيزعجك في الفترة القادمة اللي هو التصنع في العلاقات والنفاق والاستهانة بقدراتك برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة طبعاً وجود المريخ في بيت متاعبك يعني في أشخاص أو رح يكون في أشخاص بيحاولوا أنهم يكيدوا لك أو يتآمروا عليك بالخفاء يعني أو يتناولوا سمعتك في الخفاء هذا الشيء يعني بيخليك أنك ما تثق كثير بالأشخاص أو بنصحك أنك ما تثق كثير بالأشخاص اللي ما بتعرفهم بتسيطر عليك فترة من الحزن السوداوية وبتكون سريع الغضب والاستفزاز أكثر شيء بيزعجك في الفترة القادمة وبثير غضبك والكذب والجحود والأنانية والضبابية في العلاقات والنفاق يعني ممكن يخفف المريخ من طاقتك الإيجابية احذر من خسارة الأصدقاء بسبب انفعالاتك المبالغ فيها وممكن تنجذب في الفترة القادمة للطبقة المثقفة أو تحس برغبة في التواصل معهم لا سيما مع الجنس الآخر برج الميزان بالنسبة لمواليد برج الميزان بتنجذب عزيزي الميزان للأشخاص الغامضين والمختلفين اللي يعني بيجيدوا اللعب بالكلمات بشكل مبتكر ولطيف بتكون نظرتك للأشياء واضحة تحت مسمى الأشياء بمسمياتها الحقيقية احذر من التسرع والنسيان ما تكون متعجل في الوصول لغاياتك انتبه لطريق التعاملك مع الأصدقاء ما تحاول فرض أراءك عليهم بالقوة لأنه ممكن تخسر بعض المقربين نتيجة ذلك حاول أنك تكون أكثر دبلوماسية في التعامل معهم أكثر شيء بيثير غضبك في الفترة القادمة الأمور السطحية والتعامل مع الأشخاص الأغبياء والروتين القاتل ورغبة الآخرين في فرض آراءهم عليك برج العقرب طبعا بما أنه رح يكون في بيت السمعة وبيت المسؤولين فبيسود علاقاتك الانفعالية والمتوترة في محيط العمل ولسيما مع المسؤولين عنك حاول أنك ما تدخل في جدال أو حوار لطائل منه أو من وراءه أكثر شيء بيثير غضبك في هذه الفترة الكذب والتكبر والانتهازية التافها من قبل الآخرين والسطحية وعلى الرغم من تأثير المريخ السلبي عموما لكنك رح تظل شخص ممسك بزمام أمورك بعيد عن الغضب والتوتر ورح تزداد رغبتك في تحقيق النجاح والشهرة ولكن إذا سيطر عليك الانفعال في موقف ما فهذا الشيء رح يكون قاسي جدا وغضب بطريقة شديدة جدا لدرجة أنه ممكن تنفجر في أي شخص لا سيما عندما تتعامل مع أشخاص ما بقدروا جهودك بالطريقة الصحيحة أو بحاولوا أنهم يستغلوا طريقة عملك أو عملك يستغلوها الآخرين لحسابهم المريخ رح يمدك بطاقة والرغبة والانجداب نحو أشخاص ذوي السلطة والنفوذ وأشخاص المناصب المرموقة أو أصحاب الثقافي المتميزة بشكل عام ولكن أهم ملاحظة لا مغامرات لا مجازفات لا تهور وحاول أنك ما تشوه سمعتك بتصرف واحد فقط برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس وجود المريخ في بيت السفر والدراسات العليا بيجعل الأمر صعب شوي عليك مش كثير ولكن في صعوبة عليك الحذر منع في التعامل مع الغربة إذا سافرت أو دخلت أماكن مجهولة بدك تنتبه تعامل مع الأشخاص اللي بتعرفهم ما تغامر وما تجازف وحاول أنك ما تدخل لأماكن مجهولة بالنسبة لك ممكن يحاول بعضهم خداعك لا تبالغ في آراءك الدينية أيضا أو المتعلقة بالأمور الغامضة أو الغيبية ومع أي أن كان أكثر شيء بيثير إنزعاجك في الفترة القادمة كثرة العتاب واللوم والجدية المبالغ فيها وتلقي الأوامر من قبل الآخرين حاول الانتباه كثيراً بثقافتك لأنه هذا الشيء بيجعل الآخرين يحسوا أنك شخص متعالي عليهم ما تتباه كثير بحالك طبعاً أهم شيء إذا كان عندك امتحانات جامعية بدك تركز بشكل جيد الطلاب الجامعات بدهم ينتبهوا من المشاكل والخلافات على مستوى طلاب أو مدرسين عند السفر اتفقد أمتعتك بشكل جيد وذهب للمطار بالموعد أو من قبل الموعد خوفاً من أنه يصير مشاكل بحجزاتك بتكون هاي الفترة ميال لعلاقات مختلفة مع الجنس الآخر بتبحث عن تجارب جديدة فانتبه لها عواطفك بشكل جيد برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي هاي فترة غير مناسبة أبداً للدخول في معاملات إلها علاقة بإرث أو نقل ملكية أو أمور بنكية أو حتى دعاوى قضائية تتعلق بأموال مشتركة ممكن يصير فيه خلاف حول تركة أو تعويضات مالية حاول تأجيل مثل هاي المعاملات خلال هاي الفترة كثير من القدرة عندك لها على الإقناع والجذب بطريقة كبيرة جداً أكثر شيء بيثير غضبك في الفترة القادمة هو التدخل في شؤونك الخاصة والجحود والنكران والاستغلال أو الانتهازية الخفية حاول أنك ما تفكر كثير بالخسارة لأنك إنسان مغامر عقلاني مش مغامر مندفع فعشان هيك دائماً فكر في أمورك بشكل ممتاز قبل التهور ابتنجذب للأشخاص اللي بيفهموا مشاعرك ووضوحك وصدقك في التعبير عن نفسك برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعاً وجود المريخ في بيت الشراكي بيعني أنه عليك الحذر في علاقاتك مع الشركاء سواء شركاء العاطفة أو الأزواج أو المال والابتعاد على الانفعال في الموضوعين أو في المكانين ما في داعي للعصبية وفرض الرأي والتحكم وحاول التخفيف من اندفاعك العاطفي لأنه ممكن يعود عليك بسوء الفهم مع الشركاء بتكون شديد الرغبة في التقرب من الجنس الآخر وبتمتلك خيال قصب في هذه الفترة أكثر شيء بيزعجك الفوضوي وسوء الفهم انتبه لطبيعة علاقاتك في هذه الفترة وحاول انك ما تظهر أو تتظهر أو يكون فيه عندك نوع من أنواع الغضب لأنه هذا الشيء بيكون غير محتمل على الإطلاق برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت كون على حذر في علاقاتك بزملائك بالعمل وحاول انك ما تدخل في مواجهات حادة رأيك غير مقبول من بعض الزملاء في هذه الفترة أو من بعض المعاونين أو من بعض الأشخاص في مكان عملك وعليك الانتباه لصحتك والابتعاد عن العمل المجهد براعتك في العمل ودقتك واهتمامك بالتفاصيل اللي بيجعلك تغضب بسرعة خصوصا بالأشياء اللي تتعلق بالفشل أو الخلل في الاتكالية أو يلقى عليك مهام والمهام هاي مش من اختصاصك استغلالك أو التدخل الآخرين في خصوصياتك بتبتعد في هاي الفترة عن أي علاقة غير محددة وبتكره العلاقات الغير واضحة ممكن يظهر غضبك أو انفعالك في الفترة القادمة على شكل كلمات جارحة وشديدة الوقع وتأثيرها في الآخرين فها بدك تحذر من المبالغة في هاي الأمور أيضا بدك تنتبه من رفع الأوزان الثقيلة عن الأرض وأيضا من الأمور الصحية إذا شعرت بشيء غير اعتيادي لا تستهين بالأمر وراجع الطبيب هيك من كون انتهينا من حلقتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر